بعد خروج الجزائريين في مليونية تضامنية مع أهل غزة فعاليات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات وهيئات الإغاثة الإنسانية تستعد لإمداد الأشقاء الفلسطينيين بالإعانات اللازمة ودعم المقاومة الفلسطينية أعلن منذ بداية الحرب على غزة أننا سننظم حملة وعطيناها عنوانا سميناها يد بالدعاء ويد بالعطاء هذه الحملة تتضمن شق لهو جمع التبرعات للمتضررين هناك في شتى المجالات والشقة الثانية هو الانشغال بإرسال هذه المساعدات ونحن نحضر أنفسنا ما إذا كان هناك مجال ولأن قطاع غزة يعاني نقصا فادحا في مختلف المواد الضرورية بعد الحصار الذي فرضه عليه الاحتلال الصهيوني المستلزمات الطبية والأغذية أول ما يتم تقديمه للأشقاء وأنتم تعلموا أنه تم استهداف عدد من المستشفيات وإنزالها بالكامل على الأرض وهذا طبعا عمل جبان بالنسبة للكيان الصهيوني الغاصب الذي دوما يجرأ على الاستغلاب وعلى الاستقواء على الضعفاء وعلى المحتجين وطبعا نحن في استعداد تام لتقديم هذه المساعدات بإذن الله الطبية لإسعاف جرحها ولإسعاف المنكوبين إمداد غزة وإغاثة أهلها يعكس مرة أخرى موقف الجزائر حكومة وشعبا فيذل جرائم الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين وأصحاب الأرض موسيقى